أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا طبلتك وما أنت بتابع طبلتهم وما بعضهم بتابع طبلت بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن من الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المنترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي لكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك ومن الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ورئة من نعمتي عليكم ولا علكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصادرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولمبلونكم بشيء من الخوف والجوء ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصادرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا الدواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينضرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل ذابة وتصريف وتصريف الرياح والسحاب المسخل بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذوا من دون الله أنذاب يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيء ولا يهددون ومثل الذين كفروا كمثل الذين عقوا بما لا يسمعوا إلا دعاء ونداء صموا بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة ودن ولحم الخنزر وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغه ولا عاد فلا اسم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكلمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به سمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلوا لسيبطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم كبير المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخي شيء فاتباعه بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياته يأولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سنعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبركم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فرية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم هو من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم الأسرة ولا يريد بكم الأسرة وليكم العدة وليكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيان رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وبتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أزموا صيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يبتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل لقل هي مواقيت للناس والحج وليس الغر بأن تأتل بيوت من ظهورها ولكن الغر من اتقى وأتل بيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوا لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث فجفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا عن الظالمين أشهر الحرام بالشهر الحرام والحرومات كصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأثموا الحج والعمرة لله فإن أفسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه ففذية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لن يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن يكون أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقابة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتقول يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبدأوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفضوا من حيث أفض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذلكم آباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاقة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإن عذاب النار أولئك له نصيب مما كسبوا الله سبيع الحساب واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إسمع عليه ومن تأخر فلا إسمع عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قلناه اثلق الله أخذته العزة بالإسم فحسبه جهنم ولبئس النهاد ومن الناس من يشري نفسه بطقاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ذلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظروا لإلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمان والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخروا لمن الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعت الله النبيين وبشرين ومنجرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ومختلف فيه الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لنختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم نستهم البأساء والضراء وزرزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأفرابين والجتامى والمساكين وبين السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وأخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالوا لا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والمسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون كل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن قتامة كل أصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمتم مؤمنتم خير من مشركة ولو أعجبكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبدوا مؤمنون خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتذلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يقهون فإذا تطهر نفأتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتقهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشير المؤمنين ولا تجعلوا الله عربا لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا ستقوئ ولا يحل لهن أن يكتم ولا يحل لهن أن يكتم ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن نسل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم أطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا تناح عليهما فيما فترث به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن فلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن قلقها فلا تناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا إن ظنا أي ما حدود الله وتلك حدود الله يبينها بقوم يعلمون وإذا قلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا قلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أي أنكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهن بالمعروف ذلك يعظو به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزجى لكم وأقهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أيثم رضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أردا فصالا عن كراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويبرون أزواجه يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلمتم في أنفسكم وعلم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سررا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن قلقتم النساء ما لم تنسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسمين وإن قلقتموهن من قبل أن تنسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسوا ما فرضتم فنسوا ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقربوا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون رصير حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أنتم فذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه وصيبا لأزواجهن متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلاجنا عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعوا بالمعروف حقا على المتقيم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لدو قبل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويرسق وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتسعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسن والله يؤدي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم تابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل قالوا بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهل فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف قرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوه والذين آمنوا معه قالوا لا قاقتلنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاب الله كم من فئة قليلة قلبة فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبعه وسبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه وعلمه مما يشاء ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض اللفسد الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم